استهداف لمقار أمنية والحكومة قالت أن هذا الاستهداف استهداف صارخ على سيادة العراق كيف من الممكن أن نقرأ ما جرى من الناحية الأمنية والاستراتيجية وما هو المتوقع بعد ضربة كهذه من الولايات المتحدة دايةً خلينا نتفق بأنه هذا خرق أمني واضح هسا خرق السيادة بعد تعودنا عليه يعني هذه مشكلة يعني يوميا تركيا والأمريكان والتحالف هذا بالله مو مشكلة لكن الخرق الأمني عندما يكون فوق عاصمة مثل بغداد المفوضية محمية من كل الاتجاهات يعني هذا يعني صعب تقبله يعني ليس من السهول من السهولة تبريره وليس من السهولة أن يمضي يعني بدون تدقيق شوف الكارثة لحد الآن كل واحد يتوقع توقع يعني ربما الأكيد اللي قدرت أصلي بأنه الصاروخ قد يكون هيلفاير على اعتبار أنه الصورة مان هيلفاير موجودة الكود نمبر ما لتنفسه اللي وجده وقسم منه مدمر يعني في الموقع هذا الشيء الوحيد الثابت فلان رويتارز يقول والله أمريكا تقول استهدفنا وهذا هو إذا ذول يستهدفون ترى ما يخجلون من الموضوع بالمناسبة تلقي رأسا قيادة المركزية الوسطى تعلن هذا الموضوع وبصورة رسمية لأنه ملتي بالقنوات فما أعتقد هناك إعلان رسمي من القيادة المركزية الوسطى يعني يا ريت تعاوني وصلكم هي شيء بيان من القيادة المركزية لكن هناك من تحدث لي الويتارز فقط لغي يا أخي الله يخليك والله طلعت التصريح من الرويتارز وشفت من قبل ساعات مسؤول أمريكي منه هذا المسؤول الأمريكي ومنه اللي صرح فقط الرويتارز يعني هذا الكلام أرجوك يعني إحنا المشكلة عندنا أنا لست حزينا نذكرت أمريكا أو إسرائيل لكن أنا حزين على نفسنا إنه إحنا لحد الآن ما نقدر نوضح الشعبنا شنو اللي صار شنو اللي صار ما نقدر نوضحه الآن مسيرة أحدهم يذكر والله هاي مسيرة أربعين كيلومتر مداها وطارت من التاجي أي بابا اللي مداها أربعين كيلومتر يعي طيارة صغيرة هاي ما تحمليها صاروخ هالفاير شوية عقل يعني الإنسان هي الطائرات الصغيرة تحملها كيلو كيلو وين نذكر ما تحمل صاروخ هالفاير يا أخي فشوية خلي احترموا عقولنا يعني نذكر هذه قد تكون طائرة مسيرة تعبوية سوقية كبيرة قد تكون على موازن ريبير أو هاي الجلوبال غير هالطائرات اللي عندهم هاي دا أمريكا هس المشكلة احنا ما نعرف أمريكا إسرائيل غيرها ما تعرف ما تعرف ماكو جهة تبنت الموضوع بصورة رسمية وإحنا أيضا اللي تتكلم علي كنا بقناتكم ونقول لحد الآن احنا ما عدنا مفاوض قوي ممكن أن يجيب لنا دفاعات جوية قوية أيضا هذا الموضوع مشكلة أخرى شوف هذا اللي تكلمنا علي هاي نتيجة جثة أنه احنا طائراتنا كانت تطير من أجل تدريب على يوم ستة واحد يوم السبت تأسيس الجيش طائرات العراقية كلها طائرة بالسماء وتأتي طائرة وتنفذ واجب وهذه مشكلة يعني هاي مشكلة بحد ذاتها ترجمة نانسي قنقر